موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hi everybody how are you doing في هذا الفيديو تجدون درس شامل لشرح زمن الحاضر المستمر Present Continuous Dance وهذا الزمن يعتبر الزمن الأول في اللغة الإنجليزية والأكثر استعمالا وقد قمنا بتجميع الأجزاء الثلاثة في درس واحد حتى نوفر على الطالب والمتعلم جهد البحث وهدفنا هو أن نشرح جميع الأزمنة في اللغة الإنجليزية إن شاء الله The Present Continuous نقول Continuous لاحظوا معي هنا في العنوان لدينا كلمتين مهمتين The Present الحاضر Continuous مستمر يعني هذا الزمن هو في الحاضر ولكن مستمر الفعل يبدأ ولكن لا زال مستمرا نستعمل هذا الزمن مثلا What are you doing now؟ ماذا تفعل الآن؟ What are you doing now؟ ماذا تفعل الآن؟ في الحقيقة أنت الآن تشاهد فيديو هذا الفيديو أوكي؟ إذن ستحتاج للفعل Watch ثم This video Watch شاهد This video هذا الفيديو البعض منكم قد يكتب مثلا I watch this video وشاهدوا هذا الفيديو وهذا جواب خاطئ لماذا؟ لأنك في هذه اللحظة ستقول I am watching this video أوكي؟ إذن البنية هكذا الاستعمال هكذا الفعل بدأ منذ قليل أوكي؟ ولا زال مستمرا والعلامة الخضراء تعني وقت التحدد يعني في هذه اللحظة أنت لا زلت تشاهد الفيديو أنا ما زلت أشاهد الفيديو وبالتالي أقول I am watching this video في هذه اللحظة أنا بدأت في مشاهدة الفيديو ولا زلت مستمرا I am watching this video وهذا هو الاستعمال الأساسي والرئيسي للPresent Continuous الحاضر المستمر إذن سنرى تصريف هذا الزمن بالتفصيل لدينا Present Continuous لدينا ثلاثة مكونات أساسية هيئيس أر ثم أم هذا الverb to be in the present ثم لدينا الفعل ثم لدينا I and J هذا هو المكون الآن سنبدأ بأم أولا أم غالبا دائما في اللغة الإنجليزية تكون مع I أنا أم watching الآن في هذه اللحظة في هذه اللحظة أنا أشاهد هذا الفيديو أو نقول I'm watching this video أقوم بالاختزال أوكي الآن I'm studying English أنا أدرس الإنجليزية في هذه اللحظة I am learning English أنا أتعلم اللغة الإنجليزية في هذه اللحظة أوكي بالنسبة له she and it وهي ضمائر الغائب للمفرد he هو she هي it هو أو هي لغير العاقل ثم نضيف is ثم verb to my energy لاحظوا معي هنا هذا الشخص ماذا يفعل what is he doing now ماذا يفعل في الحقيقة هو يكتب write إذن سنقول في هذه اللحظة سنسمي هذا الشخص سنسميه jack مثلا so jack is writing now jack يكتب الآن لاحظوا معي هنا الفعل write حدفنا e ثم أضفنا ing وهذه قاعدة أساسية في اللغة الإنجليزية عندما ينتهي الفعل ب e فإننا نحدث e ثم نضيف بعد ذلك ing لابد أن نحدث بشرط أن تكون لذين e واحدة أوكي ممكن كذلك أن نعود jack به هو jack is writing now أو he is writing now أو نختزل نختصر في الكلام ونقول he's writing now إذن الأولى he is writing now والثانية he's writing now ويمكنني أن أختار ما شئت كلاهما صحيحين مئة بالمئة أوكي ماذا لدينا هنا لدينا سارة what is she doing ماذا تفعل الآن في هذه اللحظة آه إنها تسوق أو تقود السيارة drive so سارة في هذه اللحظة is driving now سارة is driving now سارة تقود الآن أوكي ممكن أن نعود سارة بالشي هي هي تقود السيارة الآن نقول she is driving now لاحظوا معي هنا كذلك الفعل ينتهي بإي حدفنا إي ثم بعد ذلك أضفنا آي إن جي وهذا مهم جدا أوكي ممكن كذلك أن نختزل في الكلام ونقول she is driving now she is driving now ممكن أن نقول she is driving now أو نختزل ونقول she is driving now أوكي هنا لدينا رجل آلي ماذا يفعل what is it doing يلوح wave wave so the robot is waving now الرجل الآلي يلوح الآن هنا هذه إشارة للجماد the robot ممكن أن نعود the robot with it it is waving now it is waving now أو نختزل ونقول it's waving now لاحظوا هنا it's it's with s it's waving now إنه يلوح الآن أوكي إذن نستعمل it مع الجماد المفرد أوكي وكذلك مع الحيوان الذي سنراه في هذا المثال لدينا هنا dog the dog ماذا يفعل what is it doing bark ينبح إذن هذا الكلب ينبح لازل مستمرا في النباح أوكي ماذا نقول the dog is barking now the dog is barking now الكلب ينبح الآن لازل مستمرا في النباح أوكي the dog is barking now ممكن أن نعود the dog with it أوكي ماذا نقول نقول it is barking now it is barking now وممكن أن نختزل ونقول it's barking now it's barking now إما أن نقول it is barking now أو نقول it's barking now وكلاهما صحيحين أوكي بالنسبة لهذه الضمائر هذه الضمائر الثلاثة we you they فإنها تأخذ are ثم نضيف the verb ثم ing we نحن you أنت أو أنتم they هم إذن لذينا هنا في الصورة نحن ماذا نفعل الآن what are we doing now في الحقيقة نحن نلعب أوكي إذن سنحتاج the verb play أوكي لعب يلعب وإذن سنقول نحن نلعب الآن ماذا سنقول we 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 playing now we are playing now وممكن أن نختزل ونختصر نحن نلعب الآن وممكن أن نختصر ونقول we playing now we playing now لاحظوا الفرق we are playing now and we playing now في الأولى لدينا are we are playing في الثانية لدينا we playing now أوكي you أنت أو أنتم أوكي بالنسبة لضمير you أنت ممكن أن نقول you are playing now وهنا يمكن أن تعني هذه الجملة أنت تلعب الآن وهذا الخطاب موجه للمفرد أوكي you are playing now أو نختزل ونقول you are playing now إذن هذه الجملة هي موجهة لشخص مفرد أنت أنت you are playing now you are playing now you are playing now أنت تلعب الآن نفس الجملة يمكننا أن نستعملها للمخاطب الجمع أنتم you are playing now أنتم تلعبون الآن أوكي وهنا هذه الجملة هي موجهة للمخاطب الجمع أنتم وكيف نعرف الفرق كما قلنا نعرفه من خلال سياق الجملة أوكي في الأولى الخطاب موجه لشخص واحد وفي الجملة الثانية الخطاب موجه لشخص أو أكثر أوكي you are playing now حسنا لدينا هنا the verb dance يرقص so the boys الأولاد are dancing now ممكن أن نعوذ the boys they هم هذا الضمير نعوذ به الجمع الغائب they are dancing now هم يرقصون الآن أو نختصر ونقول they're dancing now إذا نستعمل they للإنسان وكذلك للجماد والحيوان مثلا هنا the robots are dancing now ممكن أن نعوذ the robots ب they are dancing ب they وتصبح they are dancing هم يرقصون وممكن أن نختزل كذلك ونقول they're dancing now إذن they نستعمل لإنسان الجماد والحيوان الجمع الغائب هم they they are dancing الآن جاء وقت الممارسة practice put the verbs between brackets in the present continuous ضع الأفعال التي هي بين قوسين في الحاضر المستمر ستأخذ حوالي عشرة دقائق تنجز هذا الثمرين حاول أن توقف الفيديو رجاء حتى تشتغل بشكل جيد ثم بعد ذلك سنعطي التصحيح إن شاء الله حظا موفقا نلتقي بعد قليل إذن الإجابة number one في السؤال الأول أو في الجملة الأولى لذينا the verb read قرأ ولذينا I وقلنا نستعمل I am reading a book نستعمل I am أو am نستعمل I am or am reading a book now أنا أقرأ كتابا الآن she لذينا she وبالتالي she تأخذ is ثم لذينا the verb cook she is cooking dinner لذينا رقم ثلاثة لذينا he وهي تأخذ is ولذينا the verb leave he is leaving ولابد نحدف e ثم نضيف ing he is leaving the house إنه يغاضر المنزل لذينا في رقم أربعة لذينا we وwe تأخذ are وبالتالي لذينا we are making a cake number five you are standing on my food أنت تقف على قدمي you are standing لذينا you تأخذ are you are standing on my food بالنسبة لنسبة number six لذينا it it is eating fish إنها تأكل السمك it is أو نكتب it's eating fish clara وكلارا هنا اسم لشخص مفرد مؤنث clara ممكن نعوضه بشي وبالتالي هنا تأخذ is is standing okay number eight the students are studying the students are studying لماذا هنا لذينا are لأنه لذينا جمع الطلبة أو الثلاميذ أوكي التلاميذ are studying يدرسون في هذه اللحظة this machine هذه الآلة this machine هنا نقصد مفرد وبالتالي يجب أن تأخذ is this machine is working هذه الآلة تعمل الآن في هذه اللحظة number ten Mike is cleaning the house Mike قلنا اسم لشخص مفرد وممكن أن نعوضه به وبالتالي هنا Mike is cleaning the house negative sentence جملة النفي إذن نحتاج لكلمة not مثلا الآن ماذا أفعل I am reading أنا أقرأ في هذه اللحظة I'm not swimming أنا لا أسبح إذن I'm reading أنا أقرأ في هذه الأثناء I'm not swimming أنا لا أسبح أوكي إذن زمن الحاضر المستمر يعني الآن إذن سنحاول أن نأخذ where يلبس لبيس يلبس كمثال وسنحاول تصريفه في الحاضر المستمر present continuous أوكي في جملة النفي بنية جملة النفي في الحاضر المستمر في اللغة الإنجليزية تكون هكذا subject الفاعل I'm is are ثم not ثم verb ثم ing سنبدأ بأنا I I'm wearing shoes أنا ألبس حذا في هذه اللحظة I'm I'm not I'm not wearing boots أنا لا ألبس حذا عالي في هذه اللحظة I'm not wearing boots إذن نضيف not ويتغير المعنى لجملة النفي أوكي I'm wearing shoes I'm not wearing boots بالنسبة لyou فتعني إما أنت أو أنتم على حسب سياق الجملة سنأخذ هنا المفرد فقط بالنسبة لجملة النفي لدينا اختيارين أو ثلاثة اختيارات إما أن نقول you are not wearing boots أو نقول you are not wearing boots أو you aren't wearing boots أنت لا تلبس حذاء عالي you're wearing shoes you're not wearing boots you aren't wearing boots هي أو هو فإننا نحتاج apostrophe s not or isn't مثلا she's wearing shoes هي تلبس حذاء she's not wearing boots she's not إما نقول she is not wearing boots أو نقول she's not wearing boots أو نقول she isn't wearing boots لذينا تلاثة اختيارات أو كي بالنسبة لنحن أوكي we نقول we're we're wearing shoes نحن نلبس أحد we're wearing shoes وهنا لدينا جملة النفي ممكن أن نقول we are not wearing boots أو نقول we're not wearing boots أو نقول we aren't wearing boots boots we aren't wearing boots بالنسبة لذي هم نقول they're wearing shoes هم يلبسون أحد الآن وبالنسبة لجملة النفي ممكن أن نقول they are not wearing boots أو نختزل نختصر نقول they're not wearing boots أو لدينا اختزال آخر نقول they aren't wearing boots هم لا يلبسون أحذية أو كي they're wearing shoes they're not wearing boots they aren't wearing boots هنا لدينا it وتعني هو أو هي وقد استثنينا من الفعل wear لبس يلبس لأن هذه تكون لغير العاقل أو الحيوان بصفة عامة أو الأشياء مثلا هنا it's snowing الثلج يتساقط it's snowing ولكن لا تمطر نقول it's not raining إما أن نقول it is not raining أو it's not raining or it isn't raining لدي هذا الاختيارات كاملة إذن it تأخذ is not أو as not or isn't إنها لا تنطر وحتى نلخص ونفهم بشكل جيد سنأخذ فعل آخر ونصرفه في جملة النفي الحاضر المستمر سنأخذ الفعل work يعمل I'm not working أنا لا أعمل ممكن أن أقول I am not working or I'm not working أنا لا أعمل في هذه الأثناء في هذه اللحظة You're not working أنت لا تعمل You aren't working بنسبة له هو نقول He's not working He isn't working هو لا يعمل وهنا للإشارة فقط He ممكن أن نعوضها بJack Jack isn't working and so on بالنسبة لShe نقول She is not working أو نختزل ونقول She's not working She isn't working والShe ممكن أن نعوضها مثلا بSara أو بالمفرد بصفة عامة Sarah isn't working and so on بالنسبة لIt قلنا هي لغير العاقل ممكن أن نقول It's not working It isn't working هي لا تعمل أوكي بالنسبة لWe نقول We're not working We aren't working نحن لا نعمل بالنسبة لأنتم You're not working You aren't working بالنسبة لThey نقول They're not working They aren't working إذن They تشير إلى الجمع ممكن أن نقول Students مثلا with S إذن بهذه الطريقة ممكن أن أصرف جميع الأفعال في اللغة الإنجليزية في جملة النفي في الحاضر المستمر أوكي تبقى مسألة مهمة هو عندما نريد أن نضيف ing للفعل فلابد أن نحترم بعض القواعد البسيطة قلنا في الدرس السابق عندما يكون لدينا فعل ينتهي ب e مثلا drive في هذه الحالة واجب علينا أن نحدف الحرف الأخير e ثم بعد ذلك نضيف ing driving dance dancing أوكي ولدينا كذلك بعض الأفعال أخرى في اللغة الإنجليزية نضاعف الحرف الأخير عندما نريد أن نضيف ing وكمبتدئين سنحاول أن نتعلم هذه الأفعال التي أمامنا على أساس أننا مع الوقت سنعرف جميع الأفعال التي نضاعف لها الحرف الأخير وهي ناذرة جدا عددها قليل أوكي مثلا get getting نقول I'm getting لابد أن نضاعف الحرف الأخير sit sitting swim swimming run running cat cat put put jog jogging begin beginning beginning plan planning stop stopping إذن كل هذه الأفعال نضاعف الحرف الأخير عندما نضيف ing أقول I'm swimming with double m أوكي I'm getting I'm sitting and so on أوكي إذن هذه أفعال قليلة عددها قليل ونتعلمها مع الوقت إن شاء الله الآن جاء وقت الممارسة practice لدينا السؤال هنا put the verbs between brackets in the present continuous negative form سنحاول أن نضاع الأفعال التي بين قوسين في جملة النفي في present continuous يعني في الحاضي المستمر أوكي حاول أن تأخذ خمسة دقائق وتنجز الثمرين على أساس أنه سيكون لدينا التصحيح مباشرة أوكي نلتقي بعد قليل إذن number one we have I'm watching TV I'm not sleeping أنا أشاهد التلفاز أنا لست نائما Steve isn't working right now Steve لا يعمل في هذه اللحظة أو في هذه الأثناء number three we aren't eating we're studying نحن لا نأكل نحن ندرس number four my mother isn't working in a bank أمي لا تشتغل ببنك أمي لا تشتغل ببنك the students number five the students aren't doing their homework the students هنا لدينا جمع وبالتالي تأخذ aren't doing their homework number six Sarah isn't swimming now هنا لدينا سارة ممكن أن نعوضها بشيء إذن isn't swimming لدينا هنا الفعل swim لابد أن نضعي في الحرف الأخير فتصبح swimming ضبل M now number seven this machine 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 هي غير العاقل وبالتالي تأخذ isn't isn't producing ice cream this machine isn't producing ice cream هذه الآلة لا تنتج الأيس كريم وهنا لدينا الفعل ينتهي بE لابد أن نحذف E ونضيف INJ number eight you aren't respecting the rules أنت لا تحترم القوانين أو القواعد you aren't respecting the rules number nine my children aren't playing video games أطفالي لا يلعبون الفيديو games وهنا my children تعتبر كجمع وممكن أن أعوضها بthey وبالتالي تأخذ aren't number ten it isn't raining at this moment هي لا تنطر في هذه اللحظة interrogative sentence الجملة الاستفهامية كنا في الجزء الأول والجزء الثاني قد رأينا الجملة العادية وجملة النفي في الحاضر المستمر اليوم إن شاء الله سنتعلم كيف نصيغ جملة الاستفهام في زمن الحاضر المستمر ولمن فاتهم الدروس سأترك لهم رابط الجزء الأول والثاني في صندوق الوصف questions الأسئلة هناك نوعين من الأسئلة yes no questions نسميها نسميها yes no questions هذا النوع الأول من الأسئلة وهنا يكون الجواب إما نعم أو لا مثلا are you reading هل أنت تقرأ الجواب يكون إما نعم أو لا are you reading yes or no والصنف الثاني من الأسئلة نسميها WH questions وهي غريبا تبدأ ب when what how how much and so on مثلا what are you reading what are you reading ماذا تقرأ okay هناك أجوبة مختلفة ممكن أن أقول I am reading a book I'm reading newspaper nothing and so on يمكن أن أجيب بأجوبة مختلفة سنبدأ ب yes no questions وسنأخذ هذا المتال I am speaking fast أنا أتكلم بسرعة إذن هذه جملة عادية إذا أردت أن أضعها في صيغة السؤال أقول am I speaking fast هل أنا أتكلم بسرعة لاحظوا الفرق نقوم بتغيير بسيط جدا وأننا نقلب okay نبدأ ب am ثم بعد ذلك subject ثم الverb ثم compliment إذن هذه القاعدة الدهبية I am is are ثم subject ثم verb ثم ing وحتى نفهم بشكل جيد سنأخذ هذا المتال you are reading أنت تقرأ هذه جملة عادية you are reading إذا أردت أن أضعها في صيغة السؤال أقوم بعملية القلب okay أبدأ ب are ثم you are you reading هل أنت تقرأ هنا are يصبح لها معنى هل okay are you reading هل أنت تقرأ okay بالنسبة له and she and it لهم نفس القاعدة وسنأخذ سنكتفي بمثال واحد هنا فقط سنأخذ he he is working هو يعمل الآن إذا أردت أن أضع السؤال أقول is he working هل هو يعمل okay إذا أخذنا الشي مثلا نقول is she working it is it working نقوم بعملية القلب نبدأ ب is ثم بعد ذلك subject سواء he she and it بالنسبة لي we you and they لهم نفس القاعدة كذلك they are playing هم يلعبون هذه جملة عادية بالنسبة للسؤال نبدأ ب are are they playing okay هل هم يلعبون okay وهنا قمت كذلك بعملية القلب وبدأت ب are ثم وضعت subject ثم verb هل هم يلعبون حسنا إذا كان لدينا مثلا jack ماذا أفعل هنا لدينا jack is working jack jack يعمل إذا أردت أن أضع السؤال هل jack يعمل ماذا سأفعل من طبيعة الحال سأقوم بعملية القلب كذلك سأبدأ ب is ثم بعد ذلك أضيف subject is jack working وهكذا سأكون قد احترمت القاعدة بدأت ب is ثم subject ثم ماذا لو كان لدينا الجمع مثلا كما تلاحظون هنا لدينا the boys وهنا هذا جمع الأولاد are playing هم يلعبون هذه جملة عادية إذا أردت أن أصطيغ السؤال هل الأولاد يلعبون ماذا سأفعل سأقوم بالقلب كذلك سأبدأ ب are سأحترم القاعدة ثم أضيف the boys playing are the boys playing are the boys playing إذن في الجمع أبدأ ب are ثم أضيف subject ثم أضيف verb plus i and j أوكي لكن يجب أن أضبط هذه القاعدة وأتذكرها إنما أريد أن أصرف الأفعال في الحاضر المستمر بالنسبة لل wh questions وبالمناسبة wh questions هي متى ماذا كيف and so on أوكي إذا لدينا هذه القاعدة wh questions is are subject verb ing سنأخذ هذا المثال you are reading أنت تقرأ هذه جملة عادية إذا أردت أن أضع في استفهام لدي طريقتين كما قلنا الأولى ب yes no questions ونقوم بالقلب حملية بسيطة جدا are you reading هل أنت تقرأ وكما قلنا هنا الجواب إما yes نعم أو لا إذا ما أردنا أن نضيف ماذا تقرأ متى تقرأ كيف تقرأ and so on سنستعمل wh questions مثلا هنا ماذا تقرأ أوكي سنضع what تعني ماذا ثم نقوم بعملية القلب نفس العملية what are you reading إذا كما لاحظتم نفس العملية التي نقوم بها في yes no questions كذلك في wh questions الإضافة هنا بسيطة نضع what هي الأولى what when how much and so on نضعه هي الأولى ثم نضيف I'm is are ثم السبجكت ثم verb plus ing هذه هي القاعدة الذهبية التانية لكي أصيغ سؤال في زمن الحاضر المستمر وبهذه الطريقة أكون قد استطعت تعلمت كيف أصيغ الأسئلة في زمن الحاضر المستمر وحتى تترسخ في ديننا هذه القاعدة سنأخذ الفعل go كمثال وسنرى جميع الضمائر سنصرف هذا الفعل في زمن الحاضر المستمر في سيغة السؤال سنأخذ where where هي أين لاحظوا معي هنا القاعدة تقول wh questions I'm is are subject verb plus ing إذن ماذا أقول where am I going إلى أين أنا ذاهب where are you going إلى أين أنت ذاهب where is he going إلى أين هو ذاهب where is she going إلى أين هي ذاهبة where is it going وهنا it تعود للجماد أو الحيوانات أوكي إشارة لغير العاقل where is it going where are we going إلى أين نحن ذاهبون where are we going where are you going إلى أين أنتم ذاهبون where are they going إلى أين هم ذاهبون إذن بهذه الطريقة يمكنني أن أصرف جميع أفعال اللغة الإنجليزية في سيغة السؤال بالنسبة للحاضر المستمر أوكي أنه جاء وقت الممارزة put the verbs between brackets in the present continuous ضعي الأفعال التي بين قوسين في زمن الحاضر المستمر وكما تلاحظون هنا لدينا جل الجمل هي في سيغة السؤال لدينا علامة استفهام question mark حاول أن تأخذ خمسة دقائق لكي تنجز هذا الثمرين حاول أن تستحضر القواعد التي تعلمنا لدينا قائدتين أساسيتين أوكي وبعد ذلك سيكون لدينا الحل مباشر نلتقي بعد قليل إذا نكتب إذا نكتب هل أنت تشاهد فيلم نمبر ثلاثة لدينا هي تأخذ إز إذا نكتب هل هو يقول الآن نمبر ثلاثة لدينا الوه و لدينا لندة إذا نكتب لدينا أكتب إز ثم أضيف لندة ثم أدوين ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ نمبر ثلاثة لدينا the kids و the kids هما جمع لدينا أس وبالتالي تأخذ are أكتب are the kids ستارين هل الأولاد يدرسون؟ نمبر ثلاثة لدينا it تأخذ is نضع is it working هل هي تعمل؟ نمبر ثلاثة لدينا where و لدينا they تأخذ are where are they heading؟ هل هي يتجه where are they heading؟ إلى أين يتجهون؟ نمبر ثلاثة لدينا we و لدينا the laptops و تأخذ are Are we carrying the laptops؟ هل نحن نحمل The laptops الحواسيب المحمولة Are we carrying the laptops؟ نمبر ثلاثة لدينا James يخذ is Is James listening to the radio؟ Is James listening to the radio؟ هل James يستنع إلى راديو؟ نمبر ثلاثة لدينا she تأخذ is Is she swimming in the lake؟ The lake هي البحيرة Is she swimming in the lake؟ هل هي تسبح في البحيرة؟ و كما قلنا swim هم بين الأفعال التي نضائف الحرف الأخير؟ عندما نريد أن نضيف I and J نمبر ثلاثة لدينا I ولدينا the verb disturb إذن I تأخذ am Am I disturbing you؟ هل أنا أزعجك؟ Disturb أزعجة Am I disturbing you؟ إذن كانت هذه هي الإجابة الصحيحة أتمنى أن تكونوا قد توفقتم في الإجابة عن هذا التمرين البسيط و كما العادة أضرب لكم موعدا آخر في درس قادم إن شاء الله و إلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن جميع الدروس مصنفة في هذه القناة ما عليكم سوى أن تنقروا على قوائم التشغيل أو بلايليست ثم اختاروا القائمة التي تريدون مثل الثواصل الإنجليزية من الصفر للمبتدئين دروس ثانية بكالوريا تعلم النطق التحدث الكتابة و غيرها من الدروس إذا كنت تزور القناة لأول مرة قم بالاشتراك الآن بالضغط على زر سبسكرايب ولا تنسى أن تفعل الجرس حتى تتوصل بالجديد فور النزول كما يمكنك زيارة صفحتنا على الفيسبوك تعلم اللغة الإنجليزية بطريقة سهلة ومبسطة ترجمة نانسي قنقر